أحسن الله إليكم رضيلة الشيخ هذا السائل يقول في سؤال قد يوجد من يكون أحد أبويه ظالاً أو على غير هدى فما هو دور الإبن مع أبيه أو مع أمه؟ هل يدعوه إلى الحق وإلى الرشد؟ بلا شك أن حق الوالد عظيم وعلى الولد أن يناصح والده عن المعاصي وإذا كان مشركاً يدعوه إلى الإسلام وإلى التوحيد أنه أحق من غيره بدعوته والشبقة عليه ويحرص على هدايته ببذل الأسباب والهادي هو الله جل وعلا لكن هو يدعوه ويبين له ويحرص على دخوله الإسلام وإن كان عاصياً فإنه ينصحه بالتوبة وترك المعاصي لأنه أحق الناس بنصيحته وبحرص عليه من المعاصي ولكن إذا أصر الوالد على ما هو عليه فإن تبرى ذمة الإبن إذا نصحه وبين له تبرى ذمته لكن يبقى بر الوالد يبر به ولو كان كافراً ولو كان مشركاً ولو كان عاصياً يبر بوالده ما قال جل وعلا وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلينا موسيقى